قالت وزيرة الاستثمار وتعاون دولي سحر نصر ان موافقة المجلس مجلس النواب على مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات يشجع الشركات المصرية على الدخول والمنافسة في السوق اضافت نصر ان القانون سيدعم مشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل التشاركي للمساهمة في تطوير هذا القطاع الحيوي يعد القانون اول قانون في النقل الجماعي في منطقة شرق الاوسط ويوفر فرص عمل كثيرة وخدمة امنة وراقية للمواطنين باقل الاسعار كما يسهم في تقليل الازدحم والاقلال من التلوث وذكرت الوزيرة ان الاقتصاد التشاركي يعتمد على المشاركة بحصة العمل او رأس المال البسيط في المشروع وهذه التشاركية هي التي تؤدي الى انجاح المشروع